طيب بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل ده مخصوص عن فكرة كده فكرة ميتنج أنا كات في دماغي مبقالها فترة يعني وميتنج هسنسميه لو كنت وزيرا ده عنوان الميتنج يعني ميتنج يعني لو أنا تكلمت مع ناس اللي في سني اللي هو ناس دفعات دفعتي وأو الأكبر مني هيقولوا أنت مجنون أنت عبيب عشان كده يعني لا أجد غضادة إن أنا هتكلم مع ناس اللي زيكم ناس الشباب الزغاية والناس اللي في سني لما هيقولوا أنت مجنون كل واحد لي وجهة نظره وكل واحد لي مبرراته وكل واحد لي لستة طويلة جدا من الأسباب اللي تخلي اللي تخلينا أقول لا إيه العبات اللي تتكلم فيه دوت باختصار اللي مش اللي مش فهم إن أنا أصدق إيه أنا 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 بفكر إن إحنا علشان نغير من الوضع الحاجة السيء لازم إن إحنا نغيره إحنا شباب الزغير ده كثرة اللي شغالين في المنظومة الصحية لتغيره وأنا شايف ده وجهة نظري في تغيير مصر إن كل واحد في المجال اللي فيه يحاول فيه أنا شايف إن التغيير هيبدأ بحاجات صغيرة أنا مش شايف إن التغيير من فوق ونغيره 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 جزري ونهد ونبني من أول وجديد لا أنا مش شايف كده خالص في كل حاجة فإحنا كدكاترة نتكلم في جزء أنا دكاترة الجماعة بتوع السياسة يعني في جزءهم بتوع السياسة الجماعة الصحفيين نتكلموا في جزءهم بتوع السحفيين الجماعة بتوع الإعلاميين فدي فكرتي إن الناس دكاترة تتكلم في حتتها الناس المحامين تتكلم في حتتها الناس المدرسين تتكلم في حتتها وبداية أي تغيير هو الكلام إن إحنا نتكلم مع بعض ان احنا نقول ايه المشاكل اللي عندنا ايه اللي نقدر نعمله ايه الحلول اللي نقدر اقترحها ايه الحلول ديت هنوقع ايه المشاكل لما نقترح الحلول ايه المشاكل اللي هتيجي الكلام ده ممكن يعد سنتين تلاتة نتكلم بس لازم نبدأ نتكلم لازم نبدأ نقول وإلا مش مستحيل وإلا احنا احنا بقلنا يعني قرون عايشين كل واحد في حاله كل واحد زي ما احنا فائق فينا على الجروب مثلا دي طبيعة الحياة اللي على مدار المتين سنة اللي فيتهم كل واحد بقى بيشوف حاله وعايزة سافر عايزة عطفة مصر عمل زمالة وفتح حيادة كل واحد في حتته كده ولكن مفيش حدي بيتكلم على سكيل اوسع ولما نتكلم على سكيل اوسع الناس كلها بتقول ايه السياسة والرئيس والحكومة والبتاع والفساد ومش عارف ايه فكلام كله اللي هو ايه كلام لن يؤدي الى اي شيء لان هو معطياته مش عندك والحاجات اللي تقدر تعملها مش موجودة يعني يعني انما انا شايف وجهة نظري ان انت احنا كل واحد في الحتة بتاعته تغييرات زغيرة 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 على مدار خمس سنين عشر سنين تؤدي نتيجة قدام انا مش بتكلم ان احنا عايزين نغير المنظومة الصحية مثلا في خلال سنة سنة او سنتين لا انا بتكلم على تغيير بعد عشر سنين بعد خمسة سنة بعد عشر سنة التغيير ده انا شايف ان هو يبدأ بان احنا اول حاجة نتكلم فيه اول حاجة نتكلم فيه اول حاجة نفكر فيه اول حاجة نخليه شائع ما بيننا انا دلوقتي مثلا بتكلم فيه في الميتنج ده اربعتشر واحد اه دكتور يعني انت بتتكلم اذا احنا ملايين ومش عارف ايه احنا هيدوب اربعتشر واحد في الميتنج الاربعتاشر واحد دول كل واحد فيهم عارف خمسة ستة لو جاب السيرة قدامهم تمام انا افترض ان من الخمسة ستة دول كل واحد مثلا واحد اتنين الترياء وفي تلاتة يعني الكلام عجبه وكل واحد بلاش تلاتة واحد بس كل واحد قال لي واحد تاني وهكذا فانت لو نشرت فكرة ولقت اجاب انت مش متخيل اللي هي ممكن تنتشر قد ايه وتجبر قد ايه وهو ده الكنسط بتاع ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم انت مش هدفك ان انت الفكرة تنتشر لا خالص انت هدفك ان انت تحاول بس تعمل تنتشر بقى ما تنتشرش تجيب نتيجة ما تجيبش مش قصتك ومش هدفك ويعني انا مثلا عايز الفكرة دي تبقى النهاية الاندريزلت بتاعتها اصلاح المنظومة الصحية مثلا طيب هل كل فعل انا بقول انك تقترحه هو فعل لاصلاح المنظومة لا خالص ممكن يكون فعل غير مباشر فعل يعني انت مثلا في المكان اللي انت فيه شايف ان انت مثلا لو جيت انت وزميلك وتجمعته وحبيته مثلا تعملوا نظام للعيادات الخارجية مثلا تخلوها اكثر تنظيما مثلا نظام الدخول والخروج بتاع العيان العيان الباثوي بتاعه مثلا يخش عندك يشوفه يطلع من عندك يشوف دكتور التغدير في القضة اللي جنبك فانت عامل اللوجيستيكس بتاعتك ان انت بخلي القضة اللي جنبك مخصصا للدكتور التغدير حاجات كلها تنظيمية ممكن تكون حاجات مش محتاجة انا مش محتاج فلوس يعني انا مش محتاج فلوس عشان خطر عشان خطر لو هتقول فكرة عايزة فلوس طب احنا هنعمل ايه فلوس لا انت ممكن تقترح حاجة تكون تنظيم في المكان دي ممكن تبقى في حاجة صغيرة في المكان اللي انت فيه بعد كده حاجة صغيرة دي تبدأ تجبر تبدأ تنتشر او حتى لو ما كبرتش يبقى هي حتى في المكان اللي ادت خدمة كويسة ادت حاجة كويسة ممكن مثلا اي حاجة اي حاجة صغيرة مهما كانت ممكن مثلا انا لو يعود بي الوقت مثلا لو انا اخصائي في مصر الوقت مثلا او استشاري في مصر هحط برنامج للتدريب للدكاتر اللي معاي بتوع الجراح اقول لهم انتوا مش هتخش قط العمليات قبل ما تكونوا خلصت كرس كذا وكذا 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 وهخليه رسمي تمام قرار اداري ان عدم دخول قطة العمليات للدكاتر الا الدكاتر اللي خلصت مثلا من كرسات كذا وكذا 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 اقول لهم انتوا في خلال عندكم دلوقتي سنوات النيابة سنوات الزمالة او طفر انا مدرب مثلا زمالة او طفر عندكم فيه تارجت معين لازم تعملوه تارجت من الكرسات تارجت من البرزنتيشن لازم كل واحد فيكم يعمل لي كذا تارجت من الكذا حاجات كلها دي عايزة فلوس يا دي عايزة بقى فلوس وعايزة ميزانية وعايزة مش عارف ايه وعايزة فساد وعايزة حكومة ما لن احنا بقى من الكلام ده بتاع الفساد والحكومة حاجات كلها بتتعامل عندك مثلا انت مثلا دكتور ومعاك دكتور تاني رحت مثلا في المستشفى اللي انتوا فيها لقيته انا كنت كده في المستشفى اما كنت شغال في الملف مثلا كنت بيبقى الملف كبير كده ضخمة جدا فيه بتاع 5000 ورق فكدت بقعد كده طول الليل بقعد كده نظف الملف وشيل الورق اللي فيه اللي مليوش لازمة انت ايه المشكلة ان انت تقترح مع الدكاترة ان انتو تعملوا تنظيم يبقى فيه ملف دوت جزء من الملف يبقى ايدي وجزء من الملف يبقى مش ايدي ايه المشكلة ان انتو مثلا تشوفوا حد يعمل لكو بتاعة فايلز على الكمبيوتر مثلا الملفات بتاعة العيانين حد بتاعة صوفتوير ولا حاجة شركة بتاعة صوفتوير والفلوس اشوفه نتكلم المدير هل الفلوس شي فاندنج الكلام ده احنا عندنا دوقتي يا دكتور فلان فلاني فكرة ان احنا ندخل البتاع على فكرة هي كلها وفكار مش جديدة احنا احنا مش بنخترع العجلة هي حاجات موجودة بالفعل فانت مثلا هتنقلها مثلا من مكان تاني شفتها في حتة هتنقلها من حتة سمعتها من حد هتنقلها انت مش هتخترع فكرة ولا حاجة انت بس تحاول تطبق حاجة موجودة حاجة كويسة موجودة حاجة تنظيمية مش حاجة محتاجة فلوس لما نبدأ نتكلم الكلام اللي انا بقوله ده قد يبدو سازج امان بعض الافكار اللي ممكن ناس تقولها تكون احسن من اللي انا بقوله كمان ولكن علشان نغير النظام كمان عشر سنين كمان خمستاشر سنة لازم نبدأ نتكلم انت يعني يعني لو الناس فعلا مؤمنة حق الايمان كان المفروض ان الواحد يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه والسطب خلاص بس وانما احنا طبعا يعني الفطرة تغيرت والايمان ضعف فبقى الواحد لازم يهر كتير ويتعب كتير عشان يوصل يعني بعض الحقائق والاصول في الحياة وفي الدين يعني خد تبدو يعني بالنسبة لي واضحة وضوح الشمس فعموما هو الميتنج ده ليس للجدال اللي عايز يغير فكرتي انا يعني مش ده الميتنج مش ده مكانه الجروب ده ليس للجدال اللي حابب يتكلم معانا يتفضل اهلا وسهلا اللي مش عاجبه الكلام يا جماعة انا يعني لا 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 اسمها ايه ابويا كان يقولك ايه يا نحلة لا تقرصيني انا عايز منك عصر فانا انا يعني الناس الكبيرة اللي زي كده ما عندهمش استعداد على الاطلاق لاي نوع من الجدال واي نوع من الهرن خالص اللي مش مخترع يعني انا بحترمه جدا وعلى رأس المنفوق ويسألني في اي سؤال في السفر والمستقبل وبتاع يعني يعديله كل اللي هو عايزه انما اللي عايز يجادل معايا فيقول لي لا مفيش والكلام انت بتقوله ده مستحيل والكلام انت بتقوله ده عبط ولا ده مش مش موضعه خالص الميتنجز ده لناس عندها نفس الفكرة بتاعتي كل القصة ان انا عايزهم يبدأوا يتكلموا وعايز احذرهم من ان هم من الاحباطات اللي هتحصل لهم لان هم هيواجهوا احباطات انا عايز احذرهم وعايز اقول لهم ازاي يحاولوا يتفايدوا الاحباطات دي وعايز اقول لهم ازاي الافكار اللي عندهم دي حتى لو ما قدرواش ينفذوها يبه هم كده اسموهم عملوا ده عليهم وقدام نفسهم وقدام ربنا وان كان هم ممكن ما يكونوش يقدروا ينفذوا حاجة على ارض الواقع كونوا ان هو فكر بالطريقة دي وكونوا ان هو حاول مرة واثنين وثلاثة ده ربنا هيعود عليه هو شخصيا قبل ما يعود على اي حاجة تاني يعني انا مش عايز اقحم فكرتي في حد مش مقتنع بيها خالص لا خالص بالعكس انا اللي مش مقتنع بكلامي انا مش عايز اقنعه اصلا انا داخل بكلم الناس اللي مقتنع بكلامي بحمسهم اكتر وبسبتهم اكتر عشان لما حد يكلمهم او يحاول يقنعهم بالعكس يبقى يعني يقولوا ايه يبقى عندهم احساس لا طب نجرب طب نشوف فانا مش مش باقنع اللي مختلف معي لا انا بحاول اقنع اللي متفق معي لان في ناس ممكن تبقى متفقة معايا بس مش مقتنع قوي بس اول محد تاني يكلمها يقول يا عم انت بتتكلم في ايه خلينا في حالنا وخلينا في اللي احنا فيه انت في حالك وذاكر واكتهد وشوف زملتك وشوف بتاعه كل حاجة انا الحمد لله بذاكر وعند امتحان وانجحت في الامتحان البرت الاولاني وبحمد لله يعني وفي نفس الوقت وشايف ان اللي انا بعمله دوت والمجهود اللي انا بعمله ده للصالح العام ده ربنا بيكرمني بيه من حتة تانية يعني يعني الحمد لله انا بدأ الجروب دوت والقصص دي كلها بقالها فترة ومش بتاخد من وقتي بالعكس خالص وربنا بيكرمني من حاجات تانية فمش يعني بس انت ادي بس واحد في المية بس من مجهودك واحد في المية فقط اقسم بالله لو كل واحد في البلد دي ادى واحد في المية فقط من مجهوده للصالح العام سواء للمكان اللي هو شغال فيه او للبلد يعني واحد في المية فقط والله يلنبقى احسن بلد في الدنيا لان هي ده قصة ده مش ده وعد من ربنا انا مؤمن بالله اللي مش مؤمن بقى ده قصته تانية ده مش يعني انا ليس في مش في موقع اننا بقنا حد زي ما قلت انا خلصت الكلام التسجيل ده كده انا هقفله اللي حابب يعلق على الجزئية دي بدون جدال لو سمحت يعني يتفضل عشان هقفل لنا الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة